أسطورة هنشوف أرقام عظيمة وتاريخية وإعجازية وأسطورية لحمد لحمد هنشوف مش ببالي والله بس أسطورة قولي ده في 27 نايل 1984 وبدأ مشواره مع كرة اليد داخل نادي الزمالك ولم يلعب داخل مصر لأي نادي غيره شارك في كأس الوام الأفريقية 10 مرات بداية من نسخة 2004 وحتى نسخة مصر أيضاً 2022 طو جاء باللقب كأس الوام الأفريقية 5 مرات أعوام 2004 و2008 16 20 22 شارك في بطولة العالم للرجال 9 مرات بداية من نسخة تونس 2005 وحتى نسخة مصر 2021 أفضل مركز حقاقه مع المنتخف في بطولة العالم الحصول على المركز السابع في بطولة مصر 2021 وشارك في أربع دورات للألعاب الأولمبية أسنة 2004 بكين 2008 ريدو جانيرو 2016 وبكين 2020 تعتبر بطولة العالم 2023 في بولندا والسويد أول بطولة مع المنتخب يغيب عنها الأحمر منذ عام 2004 بعد اعتزاله اللعب الدولي خسارة لو أهم ما بيتخيلش منتخب مصر كرة اليد بدون أحمد الأحمر ما تخيلهاش يا أخي سبحان الله سبحان الله الدنيا والله أنه لعبة عظيمة ولعبة كبيرة تبقى مبسوط جدا وإنت بتعيشهم وإنت بتستمتع باللعبة معاهم بإنجازات معاهم وفي اللحظة اللي يبطلوا فيها اللعبة أو يبتعدوا عن الصورة تحس إنك هتخسر كتير جدا ودايما ما فيش تعويض لموهبة ممكن تيجي موهبة غلاء بس مش هيا هيا مش هيا هيا اشتركوا في القناة